السلام عليكم ورحمة الله. اهلا بكم في فيديو الجديد على قناة التكامل التقني. ان شاء الله النهاردة هنقول لكم ازاي تحذر الارقام المجهولة او الارقام المسجلة على الهاتف الخاص بك. في هواتف اوبو الجديدة. تمام? ان شاء الله النهاردة هنقول لكم ازاي تعمل حذر الارقام المجهولة او الارقام المسجلة عندك. بطرقة سهلة جدا. وطبعا انا كنت شرعت الفيديو ده قبل كده بس كان من هاتف سامسونج تمام? فان شاء الله في الفيديو دوت هقول لكم ازاي تعمل حذر الارقام المجهولة او اي ارقام انت مش عايزها ترين عليك في هواتف اوبو الجديدة. تمام? ده هي هاتف اوبو وهاتف اوبو او هاتف اوبو اي تلاتة وخمسين وبعض هواتف اوبو الجديدة. تمام? طيب اول شيء عشان تعمل حذر الارقام المجهولة او اي ارقام انت مش عايزها هترين عليك. كل اللي هتعمله هتيجي على الاعدادات الخاصة بالهاتف وابدأ اضغط عليها بالشكل ده. وزي ما انا قلت والشارح دوة خاصة بهواتف اوبو فقط. تمام? اللي بيبقى فيه اختلاف من موبايل للتان. طيب بعد ما فتحنا الاعدادات هاجي على بطاقة اس هي ام والبيانات الخلوية وهبدأ اضغط عليها بالشكل ده. بعد ما اضغط على بطاقة اس هي ام والبيانات الخلوية هضغط على اعدادات الاتصال. تمام? هبدأ اضغط على اعدادات الاتصال بالشكل ده. بعد كده هاجي على حاجة اسمها تعيين الكواعد. تمام? هاجي على تعيين كواعد. وهبدأ اضغط عليها بالشكل ده. وبعد ما اضغط على تعيين كواعد هيبدأ يفتح قدامي الصفحة دية. طيب اول حاجة هلاحظ ان هنا هوت بيقول لي نوات القائمة السوداء وقائمة بيضاء. تمام? بيقول لي نوات القائمة السوداء سيتم حظر المكالمات ورسائل من الارقام المدرجة في القائمة السوداء. طبعا الشرحة دوت انت هتطبقه من خلال الهاتف. يعني الهاتف هو اللي هيتحكم في القائمة السوداء والقائمة البيضاء. مش هيبقى الشريحة او الخط. تمام? لان طبعا انت ممكن تعملها من على الهاتف. ممكن تعملها من خلال الشريحة الخاص بك او بطاقة الاسفا اي ام. فاحنا بنشرح الموضوع ده او من عليها هواتف اوبه الجديدة. تمام? طيب. بولي نوت القائمة السوداء. لو انت غطي كده على القائمة السوداء بالشكل ده. ونخلال القائمة السوداء دي تقدر تضيف اي رقم انت مش عايز يضن عليك. تمام? طيب انا على سبيل المثال لو انا عايز اي رقم ما يضنش عليها. هبدأ اضغط كده على علامة الزائد الموجودة في اعلى الشاشة نهات الشمال وهبدأ اضغط عليها بالشكل ده. بعد كده بولي ان هوات ادخال رقم ده لو انت عايز تدخل رقم جديد. طيب هنختار ايه? طيب بعد كده هنختار تحديد الرقم. تمام? هبدأ اضغط هبدأ اضغط على تحديد الرقم اللي هي اخر حاجة وهضغط عليها بالشكل ده. والاحز ان هو هنا هوت هيبدأ يدخلني على الاسماء الموجودة عندي على الهاتف. تمام? طيب على سبيل المثال كل اللي انا هعمله هبدأ احدد اي اسم بالشكل ده. بعد كده هضغط على اضافة. هلاحظ ان الاسم هنا هوت اضاف في القائمة السوداء. يعني عندما هيك الرقم ده تديني عليها او الاسم ده تديني عليها. هيقول له ان الهاتف غير متاح. تمام? طيب وبعد كده بعمل رجوع. يبقى ان كده ايه? ضيفت رقم هنا هوت في القائمة السوداء. طيب لو انا عادة اشيل الرقم ده التاني كل اللي انا هعمله هضغط على القائمة السوداء تاني. بعد كده هضغط على الشطتين اللي هما في اعلى الشاشة نيحت الشمال وهضغط على لهم بالشكل ده. بعد كده هضغط على اتعديل. وهبدأ عدد الرقم بالشكل ده من علامة المربع. وبعد ما علمت علامة الصح على المربع اللي هو اصد الاسم بعد كده هضغط على ازالة. تمام؟ واللي ان هو ازالة من القائمة السوداء. هبدأ corrosion من القائمة السوداء بالشكل ده. يبقى انا كده ايه? زيلت الرقم اللي انا كنت ايه? عمل له اضافة في القائمة السوداء. طيب. كدونا بقى نخش على القائمة البيضاء تمام بقول نهوت قائمة ببيضاء لن يتم حاطة المكالمات و hareسايل من الاركام المدرجة في القائمة البيضاء. هبدا اضغط كده على قائمة ببيضاء بالشكل ده. كزلك هيقول لي ديف الرقم اللي انتعايز تضيفه في القائمة البيضاء. هبدأ كده اضغط على علامة زاد اللي هي في اعلى الشاشة نية حتى الشمال بالشكل ده كده بعد كده بقول لنهوت تتخلل الرقم دوت لو انت هتكتب رقم جديد بالشكل ده كده تمام? لكن لو انت عايز تضيف رقم موجود عندك في الاسماء. هنبدأ نضغط على علامة الزيت التاني. وبعد كده هنختار تحديد رقم. تمام? هبدأ اضغط كده على تحديد رقم. وهيبدأ يتخني على الاسماء اللي عندي. على سبيل المسال هبدأ اختار الاسماء اللي انا عايزها. تمام? تكون في القائمة البيضاء عندي هبدأ كده احدد عليها بالشكل ده. وبعد كده هرط على اضافة. هلاحظ ان هو هنا هو الضف لجميع الاسماء اللي انا حددتها ان هي تكون في القائمة البيضاء. تمام? ان هي تكون في القائمة البيضاء. كذلك لو انا عايز ازيلها تاني او اعمل لها ازالة من القائمة القائمة البيضاء. هدغط على الشطتين اللي هم في اعلى الشاشة نيحت الشمال. بعد كده هدغط على تعديل. ويبدأ يجيب لنا هو ان انا احدد الاسماء اللي انا عايز اعمل لها ازالة من القائمة البرضاء. هبدأ على سبيل المسالة حدد كله بالشكل ده. وبعد كده بضغط على ازالة اللي هي موجودة في اسفل الشاشة بالشكل ده كده. تمام? بوله نوات ازالة من القائمة البرضاء هضغط عليها كمان مرة. يعني كده ايه? عملت الاسماء اللي هي في القائمة البرضاء ازالة. طبعا القائمة البرضاء ديت اللي هي لو انت عايز ارقام معينة هي اللي تدين عليك بس. تمام? طيب خليونا بقى نكمل. طيب بعد كده هنجي على اول حاجة اللي هي حظر المكالمات. تمام? هبدأ جدها على حظر المكالمات بالشكل ده. طيب في حاجة مهمة برضك. لازمة تعملها. لو انت بدك بخطتين هتخش على اي سوائيم اتنين وهتعمل لها لان. اي حاجة انت تطبقها على بطاقة اسرائيم واحد هتطبق على بطاقة اسرائيم اتنين. فهنبدأ ان نضغط على اسرائيم اتنين بالشكل ده. لو انت مدكب خطتين هتطفع على ابطاقت اسرائيم اتنين الاول. بقول نونة استخدام الكواعد التي تم تعينها لبطاقة اصر اي ام واحد. يعني بيقول لك اي حاجة انت عملتها اي اتعاملت لها حاضر في بطاقة اصر ام واحد هتبقى باردك وعمل لها حاضر على بطاقة الاس ام اتنين. تمام? طيب. عشان ما نخليش الخطين. عشان ما نخليش بطاقة اصر ام واحد. وبطاقة اصر ام اتنين. الخطوات تطبق عليه هما الاتنين. هابدأ الغيء الاختراف ده بالشكل ده كده تمام? عشان ايه? اخلي كل بطاقة او كل خط يبقى له ايه? اعدادات لوحده. طيب خلونا بقى نروح على بطاقة ايه ام واحد. ونبدأ نشرح الاعدادات بتاعتها. او الاركام اللي احنا هنعمل لها حظ. اول حاجة بقول لها حظر كل المكالمات. لو انا شغلت الاختراف ده بالشكل ده كده. بقول لنا هو سيتم تلقي مكالمات من جهات الاتصال المهمة والاركام المدرجة فيه ارقام البيضاء فقط. ده معانيته ايه? لو انا شغلت الاختراف ده كده. يبقى ما فيش ارقام هترن عليك الا اللي انت ادفتم في القامة البيضاء. تمام? طيب انا هبدأ الغي تاني بالشكل ده كده. عشان ايه? نشرح حاجة حاجة. بقول لنا هو اتحذر كل المكالمات من الاركام الغير معروفة. وكاتب لي تحتها يقاف. لو انا ضغط عليها بالشكل ده. بقول لنا هو اتحذر كل المكالمات من الاركام من الاركام غير معروفة. يعني لو اي لقم انت مش مسجله عندك? او بدون اسم? ومش عاجزه يرن عليك? هتبدأ تسغل الاختراف ده بالشكل ده كده. بقول لنا هو قد تكون بعد المكالمات الواردة من اركام غير معروفة غير معروفة مهمة بالنسبة اليك. هل تريدوا التشغيل على اي حال? هدوا التشغيل. يبقى انا كده ايه? عملت حاضر لاي اركام مش مسجلة عندي. تمام? على الهاتف. او اركام بدون اسماء. خلاص? طيب هبدأ بقى الغي الاختراف تاني. بعد كده هعمل رجوع. بعد كده بيقول لي حاضر الارقام غير المعروفة حسب المنطقة. واتبلي تحتها لا شيء. يعني لو فيه ارقام بتجيه لك من ملاطق معينة هبدأ كده اضغط عليها بالشكل ده. بقول لي انه هو قد. حاضر الارقام غير المعروفة حسب المنطقة. وبعد كده بتضغط على لامة الزائد. وبتبدأ تشوف المنطقة اللي انت مش عايز ارقام تدين عليك منها وبتبدأ تحددها. على سبيل المثال جايب لي هنا هوت جميع الدول العالم تمام? بتبدأ تشوف البلد اللي انت مش عايز ارقام تدين عليك منها. وبتبدأ تحددها بالشكل ده كده. وبعد كده بتضغط على حفظ. تمام? اللي هي في اعلى الشاشة نيحت الشمال. خلاص? طيب بعد كده هنعمل رجوع. عشان نكمل الشرح. بعد كده بقول لي حاضر المكالمات التي تدين لنا واحدة. يعني لو انشغلت الاختراف ده كده. بقول لي انهوت حاضر المكالمات التي تدين لنا واحدة وكاتب لي تحتها ينطبق فقط على الارقام الغير معروفة. يعني لو في رقم الخدمة رياد بتتطبق او بتشتغل بس على الارقام اللي هي غير معروفة. يعني اللي هي مش متسجلة عندك. يعني لو في رقم مش متسجل عندك. ويرن عليك لنا واحدة وشغلت الاختيار ده. يبقى هو كده مش هيرن عليك بعد كده. تمام? بتعمله حاضر. طيب بعد كده بقول لي حاضر المكالمات من الارقام المخفية. لو انشغلت الاختيار ده كده. بقول لي انهوت في حالة تشغيل هذا يجب تمكين معرف المتصل لتلاقي المكالمات. لو انضغط التشغيل يبقى انت كده لو شغلت الاختيار ده ما فيش اي رقم مخفي هيرن عليك. تمام? لان في بعض المميزات الجديدة ان في بعض الارقام المخفية ممكن تيرن عليك. تمام? فانا كده ايه? هابدأ الغي الاختيار. طيب احنا كده شرحنا حاضر المكالمات بالنسبة لبطاقة الاسترايل اين مواحد. لو انت عايز سعمل حاضر المكالمات لبطاقة اي اتنين. هتبدأ تزغط على بطاقة الاسترايل اتنين. تمام? بعد ما اخترت بطاقة اي اتنين بقول لي انهوت استخدام القواعد التي تم تعيناها لبطاقة واحد. يعني لو انت عايز سعمل الارقام اللي انت حضرتها كلها في بطاقة اي صا recession 1. عايز شغالها بردك على بطاقة اي صايل اتنين. كل انت هتعملو هتبدأ تشغل الاختيار ده بالشكل ده كده. تمام? عشان كده انا قلت لك في الاول لازم ان نلغي الاخيار ده. لان اللي احنا بنعمله في بطاقة ايس ساي ايم واحد. هيشتغل على بطاقة ايس ساي ايم اتنين. وبكده هنكون وصلنا لنهاية الفيديو. وازا عجبك الفيديو اضغط لايك. وهننسوش نشارك في القناة سنشجعونا اللي احنا هنعملكم فيديوهات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.